موسيقى 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 تزوز النجم من القوم الأورامة تتنمو من خلال أنسجة الدماغ أو بالقرب منه سواء من الأخشية التي تغطي الدماغ وقلم الأعصاب الموجودة في الدماغ وقلم الغدد الموجودة في الدماغ كما الغدة سنوبرية والغدة نخامية اللي هي الليبوفيس هما تعريف أورام الدماغ نحب نشير هنا لأورام الدماغ كالكو سواء حميدة أو خبيثة تنجم تعطي تؤدي إلى مشاكل اختيرة مش كما بقية الجسم كي نسمعه أورام حميدة راي حاجة مطمئنة نوعا ما في المخلطة ونفهمه علش بل كل شيء يعطينا نعطيه إحصائيات شوية جس ما بشنسا لك أنا أسكن متوترين دجا أورام الدماغ معروف معناه دي ما يجي ونلقاوهم أرزمو أرزمو ما يشيء عيسر أورام الدماغ النسبة متاحة إخر الأحصائيات تعطتنا نسبة 21 حالة حالة جديدة سنويا على كل مئة ألف سكن يعني نسبة ضئيلة نوعا ما هيش كبيرة يسر أما خطيرة دون فهم علش خطيرة خاطر كلكو سواء حميدة ولا خبيثة تنجم تعطينا مشاكل كبيرة مشاكل عصابيو تنجم تؤدي حتى لطف للموت جستما كي في قبيه الورام ماذا يشنو نجم يعمل لنا ولا كي يبدأ موجود في جسم الأنتين شنو ما لنعكسات عليهم هل ينجم يأم أعراض وإلي شنو ينجم يعمل لبدا ولا نصحة عامة دونك هو علش يؤدي مشاكل كلكو سواء خبيث ولا حميد عخاطر أحنا نعرفو اللي المخ مغلف بالجمجمة اللي هي صلبة دونك ما فماش حيز كبير باش ينمو فيه الورام دونك بش يصير بالتالي بش يصير ضغط على أنسيجة الدماغ وذيك خطير يس ضغط هذيك بش يعطينا بش يعطينا المريض بش يدخل في غيبوبة بش ينجم حتى يوصل حالة الموت خلافة ذيك الورام ينجم ينمو قريب المركز من مراكز مهمة نعرفو اللي الدماغ فيه مراكز تحكم في وظائف معينة متاع الجسم كل مركز يتحكم فيه بلعصة مثلاً عنا مركز يتحكم فيه يتحكم في وظيفة الحركة مركز يتحكم فيه وظيفة المشي وظيفة الإحساس التويزن وكل دونك يبدأ الورام قريب الغاتي بش يعطينا خلال وظيفي بش يعطينا سواء صعوبة في المشي سواء شلال في جانب من الجسم ولا صعوبة في التويزن ولا صعوبة حتى في الكلام والنطق دونك ينجم ونوصلوا حتى المشيكل في التنفس ودقات القلب كي يبدأ الورام مقريب للجذع النخاعي هنا نحب نشير اللي أورام أسفل الدماغ تكون أخطر برشة من أورام أعلى الدماغ خاطر أسفل الدماغ بلاسة ضيقة دونك الورام في ساعة ضغط والثاني حاجة فيه الجذع النخاعي اللي هو مهم برشة فيه وظائف حياتي اللي هو يضبط يضبط التنفس متاعنا دقات القلب التنسيون متاعنا كل شيء يعني إذا تمست البلاسة هذي كي نجم المريض يدخل في حالة متاع حالة متاع اضطيراب دقات القلب هذا هو من المشاكل اللي تنجم تصير من أورام الدماغ أتون شوي آخر دكتور نزيدون فاسرولهم بالكدي كيفاش نجموا في قبيه الأورام هذي شنو تنجم بتاعتي كم أعراض خادر دولي حاس ما فهمت من أكن تي فيوكو يعطي كي يظهر الورام بشي يعطي ضغط نصور يعطي علامات فيسعة فيسعة ما يذولي لعبيدي بشي مخر بشي يكتشفوا الأورام هذي هكو إلا ليه حسب البلاسة كي تبدأ في أسفل الدماغ فيسعة فيسعة يعطي اللي سيني متاعو يعطي الأعراض كي يبدأ أعلى الدماغ ينجم يعطي ببطء تدريجي يعني الأعراض متاعو المشاكل جنرال ما نتجة سواء للانفلتخاسيون يعني غزو لأنسيجة الدماغ وإلا كمبخيسيون ولا ضغط على أنسيجة الدماغ وقالي نجم يكون الورام عامل إنسيدات في دوران الماء نعرفه اللي المخ فيه أحييس فيه الماء ولا السائل النوخاعي السائل النوخاعي هذيكا كيصير إنسيدات فيه بشي يزيد يطلع في الضغط داخل الجمجمة ولا الضغط داخل الدماغ وهذيكا خطير يسع هذيكا بالنسبة للمشاكل كيفاش تصير المشاكل طرق اللي تصير فيها المشاكل هذي حاب تتعديل الأعراض جزت بعد الفاسة لابش ما ننقصوش على زي نعود لنفكركم لموضوع اليوم هو أورام الدماغ وحاضرة بحدنا لدكتورة سابرين خميخم والأعصاب والعمود الفقري ما تبعدوا جبايد هنا لشين أحضرتنا لدكتورة سابرين خميخم طبيبة مقتصة في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وقاعدين نحكيوا على أورام الدماغ شواخرة نحكيوا على الأعراض دكتورا هذي نشوفوا أنواع الأورام خاترها بخير وغير من الأنواع بشتعطي أعراض معاينة الرمانه تفضلي؟ بالنسبة للأورام فاما نوعين متاعه. فاما الأورام الاولية والاورام الثانوية. الأورام الاولية اللي هي تنمو من خلال الدماغ. أنسجة الدماغ وإلى القرب منه. كما قلنا الأعصاب وكل. بالنسبة للغشاء متاع الدماغ. بالنسبة للأورام الثانوية هي الأورام اللي تنمو بعيد على الدماغ. مثلا في الرئة سرطان الرئة والسرطان الثاذي اللي هما أكثر حيض يعطيه انتشار في الدماغ. يعطينا انتشار أورامي في السرطان في الدماغ. بالنسبة لأورام الأولية. الأكثر شيوعا هي أورام السحائية. الأورام غير شيء متاع المخ. وليه اللي حسن الحظ مثل 40% وهي جينغة الموحة حميدة. ما تخوفش. نستأصلها بأنسون. يجب أن نستأصلها. وبعد لبس. سفايت. حاصل المريض وكل شيء. الأوراث الكل ينقصه يتنحقه. بالنسبة فما أنواع أخرى كما الأورام الدباقية. نتجة عن نمو خلايا الدباقية. الخلايا الدباقية هي الخلايا اللي تحيط بخلايا المخ. تساند ولا تحيط. هما لا سيلول دو سيبور الخلايا المخ. وليه فيها درجات. نحن نقول لهم أورام دباقية. ما فيها درجات. درجة خفيفة. اللي هي حميدة. حتى الدرجة الأربعة. اللي هي درجة يتسمى خبيثة. هنا يجب استأصلها حتى لو كان درجة خفيفة. وواحد. بش متوليش درجة أربعة. بش متتحول إلى درجة خبيثة وتولي وقتها اختيرة. دونك نجمه نتعدى وتولي الأعراض نتعال. بي متفضلين. أعراض الأورام. دونك نقسموهم إلى ثلاثة تروى غران غوب ولا ثلاثة أنواع كبار. دونك فما الأعراض الناتجة عن ارتفاع الضغط في المخ. اللي هي شنوية الأعراض الناتجة عن ارتفاع الضغط في المخ. بش يعطينا صدع. صدع. أو وجاع في الرأس. المريض بش يقول لك عنده وجاع في الرأس. لازم ما ما خوفوش المستمعين. نقول لهم أي وجاع في الرأس. را هو رم. لأ. عنده دي كاركتريستيك. كمي سالش يلزم يمشي. فاقدوا. دونك الأوجاع هذية تكثر في آخر الليل وفي الصباح. يتقوى الحدة متاحة في آخر الليل والصباح. وتكون مصاحبة جينيغالمون تقيق وغثيين. وذيك الغثيين يحسن من أوجاع الرأس. دونك والأوجاع ماشي تدريجيا مع الوقت في غضون مثلا أشهر وكل مريض ماشي يكثروا الأوجاع. وتولي معاش قابلة للتحسن بالمساكنات العادية اللي عنا. دونك وقتا يلزموا يمشي عادي أون يغجنس. دونك هذا الصداع والأوجاع والتقيق. وعنا مشاكل في الرؤية. دونك الظبابية نعرف اللي عصب العينين فراجل على الأخر. أي ضغط في الرأس بش يضغط على عصب العينين. دونك نجم يعطي ضبابية في الرؤية أو مشاكل في الرؤية. وتنجم توصل إلي فقدان البصر. وقتا إذا وصلنا لفقدان البصر يعني يتلف عصب البصر. وقتا من الجموش نوخره تاني. حتى لو كان نحينا الورم رأوا من الجموش يتحسن العينين. لازم هو تنحيط الورم. أما رأوا العينين وقتا نفقدوهم. دونك مشكلة كبيرة من الجموش نوصلوا. نحاولوا نبعدوا على المضاعفة متع فقدان البصر. دونك هذه بالنسبة للأعراض للجروب الثاني هو الخلال الوظيفي حسب الموضع. كيما قلنا قبيلة فما مراكز تضبط وظائف معينة. دونك يبدأ الورم مقريب المركز معين باش يعطينا خلال في الوظيفة المعينة هذيك. مثلا. دونك مثلا شلال في جانب من الجسم اليمين ولا ليسار. مشكلة في التوازن. مشكلة في التنسيق. مشاكل ذهنية. ساعات المريض يجيك في حالة اكتئاب تبديل سلوكه متاعه ولا تبديل مزاج متاعه. احنا نقولوا دين معاو اكتئاب أو اكتئاب لا يلزم إيرام ولا يلزم تصوير صورة وفحص وكل باش نجموا نتأكدوا اللي موشك تئاب نفسي وكهو. نجم يكون تبديل متاع سلوك ولا تبديل متاع مزاج. هو نتج عن ورب. انت. ونجموا نوصلوا حتى المشاكل دقات القلب. مشاكل التنفس كيبدو ورام مقريب للجبع كيما قلنا قبيلة. دوك هذم الكل ينجموا ومشاكل في النطق. صعوبة في النطق. صعوبة في الكلام. مشاكل في الكلام. مشاكل في المشي. هذة كل مشاكل عصبية اللي يتنجم بشوية بشوية تكثر. وتنجم تعطينا ضغط على الدماغ. ونجم وقتها نخافوا من سوكونا بالنفتاق اللي هو الضغط يكثر يكثر يكثر. في الأخر المخ يحاول يخرج من فتاحات كالإرني. يحاول يخرج من فتحات موجودة في الجمجمع ويخرج باش ينزل على على مركز حياتية المريض وقتها يموت في دقائق. يعني هذة تسمى يخافوا منها على الأخر. هذة تنجم تهدد حياة الإنسان. شفت كالكو سواء نحكيوه على حميد ولا خبيل. نتعديل الجروب الثالث هو نوبات الصراع. الصراع زادة ما يزمش نقولوا هذة عنده صراع مرض الصراع. نعطيه تريتمون يزم يزمنا نعملو إيرام ولا سكانير باش نتبتو فماشي تيمر سو جاسون فماشي ورم تحت هذة السراع. دونك سيرتو الأورام اللي تنمو في سطح المخ باش تنزل على خلايا المخ باش تعطي نوبات شحنات كهربائية اللي بش يعطي الصراع. حتى العبيد اللي عندهم دياجنوستيك متاح مكون فرمي اللي هما عندهم صراع يلزم كامل يقدم يتفقدو. اي يلزم يعمل إيرام سيريبرال. ملول سيرتو على اللول عول ما عمل صراع يلزم نعملو واحد كامل باش نثبتو اللي راهوا ما فماش حاجة أورغانيك نتجع على تعطينا هذة السراع. دونك هذة هم هوا ثلاثة أعراض المهمين اللي يزم نرد بين عليهم دي يكون نلقاوا اي حاجة يفوق اكزاميني واكسبلوغي. فماش شريحة عمورية معارضة اكثر انه يظهر عندها الاورام متاع الدماغ وإلا. دونك حسب الانواع فما الاطفال فما انواع متاع مثلا نخل الاورام الدباقية جي عند الاطفال اكثر عند الشباب. بالنسبة الاورام الصحية جي عند النساء اكثر في عمر الخمسينات مثلا. دونك حسب الانواع نلقا فما شريحة عمورية اكثر من اخر. فماش اسبيب نجم تؤدي لظهور الاورام هذية وإلا جينية لحكاية نجم تكون وراثية. فما شوية فما تيران جينيتيك فما ارضية ارضية شوية وراثية تلقى في العائلة فما نوع متاع امراض كما الامراض الدباقية هذية تلقى في العائلة عنده شكون عنده مريض هكيه ينجم يكون عندها علاقة يعني اذيك الارضية جينية والارضية الوراثية عندها علاقة. وفما التعرض للريون اكس. تعرض الاشعاع في السوع عمل راديو تيرابي قديمة ولا تعرض اليون اكس برشة ينجم يعمل الاورام السحائية معرض اكثر بشي يعمل الاورام سحائية. وبخلاف هذيك الاورام السراتينية نعرفه اللحوم الحمراء برشة وكل تنجم تعطينا تكثر ولا اللحوم مصنعة وكل تنجم تعطينا الاورام بصفة عامة هذي. اما سينون فماش حاجة معينة اكثر سبب يعني. سينون التشخيص كيفش يصير دكتور؟ دونك التشخيص نبدأه بالسكنير اللي هو التصوير المقطعي وكل. وبعد نتعديو اليارام. عليش اليارام خاطبش تعطينا دي ديتاي اكثر. تعطينا تفاصيل صغيرة على الورام ويعطينا اريونتاسيون. يعطينا يدلنا اسكل الورام هذيك الاكثر يا خبيث والحميد. النوع متى اكثر بالليارام. الموضع متى والحجمه صورته يظهر بالليارام خير من السكنير. ويبقى ديما اخذ العين هو اللي يكون في غميل نوع الورام. ديما يلزم يلزم الاستقصال الورام ونبعثوه للعينة باش نجمو نبعثوه للمخبر باش نجمو نعرفو نوع متاع ونوع حميد ولا خبيث واشنو نوعه بالضبط حتى في الحميد والخبيث. باك. وعلى اساسه باش نحضو طريقة العلاجية متاعنا. دونك العلاج متاع كيفش يصير. دونك العلاج اي فما ثلاثة انواع متاع علاج. فما الجيراحة استقصال الورام يلزم استقصال الورام اكثر ما يمكن يكون من نحيه اكثر ما يمكن من الورام. عنا العلاج الشعاعي. وعنده العلاج الكيميائي. وهذا تو ديبان من نوع الورام. تو ديبان من موضع الورام. كانوا قريب الشرايين مهمة في الدماغ. كانوا قريب العصب كبير في الدماغ. كما عصب العينيين. كانوا قريب من غدد مهمة حياتية. دونك يزمنا من نحيه كامل. دونك حسب الموضع متاع الورام باش ما زيدا نضروش حياة الانسان. وحسب نوعه. وحسب زادة حالة المريض. في الاخر حالة المريض زادة تحكم. قاتل نعرف لعملية الرأس والعملية الدماغ. جراحة الدماغ. هي جراحة ثقيلة دوم ساعات. ساعات اربعة سويا ولا خمسة سويا. دونك جراحة دقيقة وثقيلة. دونك ماذا بينا حالة المريض الحالة بتاع القلب كله يسمح باش نجمو نعمل العملية هذي كب. هذا هو بالنسبة للعلاج يعني. ساعات نمزجو بين العلاج الجراحي والعلاج كيميائي والعلاج الشعاعي. حسب الحالة كيب دا سيرتو ورام خبيث وفاما ريسك كبير انو ينتشره. مهم. فماش حالات دكتورة حتى لو كنا نفيقو بالورام على بكري يستحيل انو نمسوه. ما نجموش نستأصلوه بتاتا معناه. كيب دا مثلا الورام ثانوي برشة موجود في الدماغ منتشر ما نجموش ننحيه واحدة ونخليه واحدة وكفما انواع متاع اورام اللي منجموش منجموش نحيهون. كيب دا ورام وحيد حتى ثانوي وحيد وعام يهدد حياة الانسان يلزم يتنحها هذي كما نحيش كله. كيب ديو برشة اورام فما ريسك دونك زيد ما فماش حاجة بشتنجمة تحسن نعملوا راديو تيرابي نكملوا بالعلاج شعاعي ولا العلاج كيميائي وكاول الاستقصال ما نجموش نحيو نحيو برشة وحيد كيب ديو برشة بحضة بعضها. خاطر مثلا كينا نقدموا الراديو تيرابي والشيميو تيرابي قبل فماش امكانيه انو الصغار ردوكم يختفي وإلى حاجة بش نجموش. فما انواع متاع اورام كيما اورام الغودة الغودة السنوبرية هي الغودة بنيال فما نوع متاع فانواع من الانواحها انج ونبديو بالراديو تيرابي وبعد نكملوا سواء نعملوا الشيروجي شواء استقصال ولا نزيد نكملوا الليليش. فما انواع من انواعين. فما انواعنا بديو بالراديو تيرابي ونشوفوه. بيه يعطيك ساحا دكتورة هيت نحاوس لبلزمو اهم النقاط ازام نحطهم في بيلنا فيما يخص موضوع متاعنا اليوم اورام الدماغ. تفاضل دكتورة. بيه بالنسبة الاورام الدماغ هي اورام اختيرة. اه روزمو ما يشاء عيسر. اما يلزم اي سينية اولا اي اعراف تظهر يلزم رد بيننا. اه نمشي ونعدي وعند طبيب اقرب طبيب قصوات بجينيغالي سوات ببعصاب وكل المفيد يلزم فحص سريري كامل. وكان يلزم نكمل الفحوصات بسكنيرو اللي يريم باش ننفقو بيه على اولو ونجمو ندويوه. ما خليوش لو مورت التسطين باش ان وقتها منجموش نعملو حد شيء. اذا نوصلو الحالة متقدموه بيه يعطيك ساحا دكتورة بارك الله فيك على التوضيحات اللي قدمتونا. كانت بحتنا الدكتورة صابرين نخميخم طبيبة مختصة الواجهة بدون شراحة. ما تبعدوش بعيد هنا رجعينا.